مرض وهن العظام مرض وهن العظام هو مرض من الأمراض العشرة الشائعة عالميا وهو المرض الصامت والخطير الذي يؤدي إلى نتائج سيئة على المجتمع لكثرة عدد الإصابات والمرأة تصاب أكثر من الرجل فارتأينا كنقابة أطباء سوريا عبر رابطة وهن العظام أن نقوم بهذه الفعالية بالتعاون مع المنظمات الشعبية والاتحادات والجمعيات الأهلية لإظهار الأسباب ووسائل الوقاية باستخدام هذه الوسائل التوضيحية باتباع عادات صحية وتغزوية سليمة لتخفيف حدوث هذه الإصابات عند المجتمع ولتخفيف العب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن هذا المرض هذا المرض هو عبارة عن مرض شائع ويصيب نسبة كبيرة من النساء والرجال على السواء وكثيراً يمكن أن يصيب الأطفال هذا المرض له أنواع في النمط وهو عبارة عن بدئي وهو هذا اللي بيصيب عبارة عن غالباً النساء ما بعد السن اليأس والرجال ما بعد السن 65 سنة منها العمر وكثيراً يصيب الكهولة اللي هنا تقدموا بالسن ما فوق 65 سنة منها العمر هناك النمط الثاني اللي هو عبارة عن النمط الثانوي اللي هو يلي لأمراض تانية اللي يمكنه مثل السكري مثل فرط نشاط جراد الضراق ووسول الامتصاص يعني فيه أمراض عديدة اللي يمكن تسببه كان في عنا مؤتمر رابط الشعيين سوريين بعد توقف دام خمس سنوات وحكينا أنه نحن بعد توقف لمدة خمس سنوات عادت الروابط للعمل عن طريق النقابة وهذا دليل على أن سوريا قد تعافت بإذن الله وقادرة على الصمود والنهود والرجوع أحسن ما كانت بإذن الله اشتركوا في القناة